السلام عليكم جميعاً كيف كنت شو أخباركن؟ طمنوني عنكن بهذا المقطع رح نحكي عن تخصص الصيدلي بالسويد تخصص مطلوب جداً وكثير من العرب بيحبوا يدرسوه إن كان شباب أو إن كان صبايا رح نحكي عن الدراسة وعن العمل إن شاء الله رح يكون هذا المقطع فيه وتفاصيل يعني رح حاول قد ما بقدر أجاوب على الأسئلية اللي ممكن تكونوا عم تفكروا فيها بداية رح نحكي عن المواد اللي رح ندرسها صعوبة الدراسة وصعوبة العمل هل في منافسة بالسوء هل أنا من السهل ممكن ألاقي شغل بعد ما أتخرج رح نحكي عن كل هاي الأمور مثل ما شايفينه قدامكم بالسويد في عنا شي اسمه شيد يور يعني مثل السلاسل هني اللي محتكرين السوء فهوما تروحوا بالسويد رح تلاحظوا إنه فيه نفس الأسماء تعيد الصيدليات عنا الكرونان عنا الجروبان عنا الياتات وعنا الأبوتيكة أو بي هاي الوحيدة هي اللي تاب على الدولة بعدها زمان كانت السادلات كلها تاب على الدولة بالسويد ولكن بعدين صار فيه تخصيص صارت كلها تاب على الدولة جروبان والأبوتيكة كرونان فاتوا مع بعضهم اندمجوا حاليا فصاروا هني التوالد وعنا هون الدوس اللي هي هاي جديدة كان اسمها قبل لويتس كان اسمها لويتس أبوتيك هلا صار اسمها دوس هاي طبعا أقل من هدول وأصلا لهاي السادلية اللي هي اللويتس أصلا من بريطانيا طيب فإذا هاي هيك مثل تعريف بسيط بسادليات بالسويد بداية لازم نعرف أنه أنا لا أقدر أدرس جامعة بالسويد أصير صيدلة لازم أكون مخلص الثانوية قبل فيه ناس بتكون مخلصة ثانوية من بلدة وجاي على السويد هدول الناس بروحوا على شيء اسمه تعديل بروحوا يعدلوا شهاداتهم وهذا الشي بتسووا أنتوا لما تتواصلوا مع الموظفين اللي موجودين بالمدرسة بتروحوا على أية ثانوية أو فيكنوا تواصلوا مع موظفين تانيين ويكونوا بالجامعات مثلا ولكن يفضل بما أنك أنت مخلص الثانوية ببلدك فقد يكون في مواد لازم تعدلها قبل ما تصير بحقلك تفوت على الجامعة فيفضل تروح على المدرسة الثانوية اللي موجودة بمدينتك وتحكوا مع موظف اسمه موظف التوجيه والإرشاد بيكون اسمه بيختصروا و بيقولوا عنه رح أفرجيكم هلا بعد شوي هاي المواقع كله هو هاد الموظف هو اللي مسؤول عن توجيه والإرشاد بالدراسة بيخبرك أنت بيعدل لك شهادتك بيبعث لك إيها على التعديل وبتناقشوا بتسألوا أسئلة بيجاوبك ممكن يحط لك ستودي بلون بيحط لك خطة الدراسة تبعيتك شو بعد في مواد أنت خلصتها وشو في مواد بعدك ما خلصتها شو أسهل طريق وأسرع طريق لازم تدرسوا له حتى توصل للتخصص اللي أنت بدك يعني هو بيسألك بيقول لك أنت شو حاب تتخصص بالسواد بتقول له أنا بدأ أدرس صيدلة فبيعدل لك شهادتك الثانوية وعلى أساسها بيقول لك أنت نقصك مادة 2, 3, 4 بالثانوية لازم ترجع تدرسهم بالسواد وتنجح فيهم علشان تصير أنت بهيريج يعني تصير أنت بحقلك تلتحق بالجامعة كصيدلة تمام خلونا نروح على هاي المواقع باختصار ونحكي عننا بسرعة مثل ما شايفين هون عنا موقع جامعة يوتوبوري يوتوبوري يونيفرشيتيت فيكن تفوتوا على هاي الجامعة فيكن تفوتوا على موقع المدرسة الثانوية اللي بتكون عنكم بالمدينة كلها ياتهم عندهم موظف اسمه ستوديا فياق ليدري تمام هو هذا الموظف هو فياق ليدري يعني هو اللي بوجهك خلال الطريق هو اللي بيرشدك تسألوا عن هذا الموظف فيكن تبعثوا إيميل تقولوا نحن بنا نحكي مع الموظف اللي عنكن اللي بيشتغل ستوديا باق ليدري بيبعثوكم رقم تليفونه أو إيميل وتتواصلوا معه وفيكن تحجزوا موعد وتروحوا تقابلوه شخصيا وبتاخدوا معكم شهاداتكم الثانوية وهو بالعربي وهو ببعثلكم إياها على التعديل إذا أنتوا حابين تعدلوا شهاداتكم بنفسكم بتفوتوا على موقع اسمه يو هو أر بونكت السي اللي هو هذا قدامكم يو هو أر بونكت السي تمام اللي هو أونيفرشيتيت وك هاوغ سكولة رودت هون هذا الموقع من خلاله فيكن أنتوا تبعثوا شهاداتكم بالعربي وهن بيترجموه وهن بيعدلولكم إياهن أو بتحكم على موظف وهو بيقوم بهاي المهمة فإذا هذا موقع مهم اللي هو أو أر بونكت السي هذا موقع للتعديل وفيه طبعا شغلات تانية من المشاهدين قدامكم طيب فإذا هذا الشخص يلي جاي ومعه ثانوية من بلده لازم يعمل هاي العملية تعديل الشهادة وعلى أساسها بيبين شو المواد يلي هو مخلصة معترفين له فيها بالسويد وشو المواد يلي مش معترفين له فيها بالسويد ولازم يرجع يعيد دراستها بتكون مساء مواد مهمة مثل مثلا الفيزية مثل كيميا اثنين فبرجعوا بدرسوك إياها مرة تانية بالسويد ليتأكدوا أنه أنت قادر تفهمها وتنجح فيها لأنها مطلوبة بشكل أساسي بدراستة السيدلة اللي هنحكي عنها بعد شوية فيه ناس بيختاروا طريق آخر لهو فيه انتحان بيعملوه خاص بيعملوه هذا هو بيجي صعب شوي بيعملوه فقط بالرياضيات بالسويدي بالانجليزي وإنت إذا أثبتت أنه أنت قادرت تنجح بهذا الامتحان بعلامة منيحة فأنت تتخطى مرحلة الثانوية كلها وبتروح مباشرة على تقديم على الجامعات هذا الامتحان طبعا مش الكل بيسوي لأنه هو صعب كتير ناس بيفضلوا لا بيدرسوا الثانوية بشكل عادي يعني بيعدوا سنتين ثلاث سنوات بيخلصوا الثانوية كلها بعدين بروح بيقدموا على الجامعة فيه ناس لا بيكون هو شاطر جاي من بلد وعارف حاله إنه هو شاطر بالبرياضيات بالإنجليزية بيتعلم سويدة وبروح بيعمل هذا الامتحان فقط لا غير وهو حظه إذا نجح ويجاب عليهم منيحة بيحقله يصير يقدم على الجامعات طيب أنا اليوم ما رح حكي عن هدول الناس رح حكي فقط عن الناس اللي بتيجي بتدرس الثانوية بالسويد مثل ما أنا سويت اللي هو الثانوية كلها بتجي تدرسها بالسويد هاي الثانوية بتكون عادية إما أنت بتكون جاي لهون عمرك صغير بتفوت على الثانوية عادية عمرك مثلا 17-18 مثلا وخلص بتدرسها أو بتيجي أنت كبير وبترجع بتعيد دراسة الثانوية مرة تانية وهون بحطوك بثانوية الكبار اللي هي اسمها كامبوس تقريبا أو كومفوكس أو هيك شي وهون أنت بتدرس المواد الطبيعية العادية كلها طيب بهذا الموضوع رح أفرجيكم أنا شغلي هون عندي أنا عندت مقاطر رح أفرجيكم إياها هذا مقطع أنا سويته زمان على قناتي اسمه حساب معدل الشهادة الثانوية في السويد معدل القبول في الجامعة مثل ما شايفين قدامكم هاي قدامكم مثل ما شايفين أنا حاطط طريقة حسابي الثانوية المواد في عنا هون السايكولوجي في عنا الدين في عنا السامهل السويدي في الإنجليزي في عنا بحث التخرج كل واحد إلو علامات نقطة مثل ما شايفين عنكم 100 نقطة 100 يعني هذا الكورس حجمه 100 نقطة السويدي 3 حجمه 100 نقطة الدين حجمه 50 نقطة فأنت بتدرس بتدرس العلامات بتدرس هاي المواد لازم لحتى يسمحولك تتخرج من الثانوية وتقدم على الجامعات لازم تكون تخلصت أنت كل الثانوية وحصلت على شيء اسمه يومناسيا إكسامن اللي هو بقى يعني شهات التخرج من الثانوية بيكون مجموع الكورسات اللي أنت تخلصتها لازم يكون حصرا لكافة التخصصات بالسويد يكون 2400 نقطة حصرا ممنوع واحد تخرج من الثانوية بالسويد تحت 2400 نقطة ممنوع لازم تجيب 2400 نقطة هذا شيء مهم جدا تمام ومعدلك مثلا هون ما شايفين بالصورة طالع المعدل 19.7 فيه له عملية حساب احضروا هذا المقطع اللي مهتم يعرف كيف يحسب عمليات المعدلة الثانوية أنا شارح بالتفصيل كيف نفهم ونعمل هاي العملية تمام فإذا 2400 نقطة هذا شيء لازم أحصل عليه من الثانوين ولكن هون فيه شغلة مهمة هل كل واحد معه 2400 نقطة بيحقله يقدم على الصيدلي طبعا لا عشان هيك مهم جدا انك انت تسأل وتتعلم الشيء اللي عم بقوله او تسأل غيره يعني ما تضيع وقتك فيه ناس بيدرس 2400 نقطة وبروح بده يقدم على الصيدلي بتفاجأ انه مش كافي ليه لانه هو صحيح ما هو 2400 نقطة ولكنه جاب هدول 2400 بيضمنهم مواد مش إجبارية كانت لقله ومش مناسبة للصيدلي بالوقت يلي فيه مواد إلزامية مثل الكيميا 2 الفيزيا 2 الأحياء 2 الإنجليزي 6 هذا والرياضيات 4 هاي مواد إلزامية لتصير انت صيدلي لانه هاي مواد علمي هو مش درسها فهم بقولوله لحظة انت صحيح معك 2400 نقطة ولكن انت بيحايلك تقدم على تخصص قدري بس مش صيدلي اذا حابب تدرس صيدلي فلازم تكروح تكفي المواد المطلوبة منك انتبحتو؟ عشانك مهم جدا انك انت لما تفوت على الثانوية تقابل هاد الموظف اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هو وتقول له انا بدي أدرس صيدلي بالجامعة انا بدي هلأ بعد سنتين او ثلاثة بدي أسير صيدلي فهو بيعطيك المواد بالضبط اللي مطلوبة منك لتصير صيدلي فهيك انت ما بتضيع وقت بتصير بتشطب مادة مادة كل ما تخلص مادة بتشطبها وهيك انت بتروح مثل الصاروخ على تخصصك بدون ما تكون درسة اي مادة انت مش محتاجة كنت مش مضطر عليها وضيعت وقتك فيها فهمتوا الفكرة مان فإذا انت 1400 نقطة هذا شيء الزامي ولكن لازم يكون 1400 نقطة هدول من المواد الالزامية والمواد يلي يعني لازم يكون المواد الالزامية للصيد اللي تكون من ضمنه خلونا نروح نشوف على مثلا هون طبعا هون هذا المقطع كمان على قناتي فتحضروا اسمه التقديم شرح مفصل عن اهم المواقع ومعدلات القبول هذا المقطع جدا مهم لدراسة الجامعات وهذا المقطع جدا مهم لحساب معدل الشهادة الثانوية في السويد معدل القبول في الجامعة كمان على قناتي موجود هذول المقطعين جدا مهمين طب لو جينا رحنا جينا على على هذا الموقع هذا الموقع جدا مهم من خلاله بنقدم على الجامعات طبعا هذا الموقع شرح مفصل عنه موجود بهذا المقطع اللي حكيت عنده هون التقديم على الجامعة بتحضروا وبتلاقوا طيب لو جينا على هذا الموقع هون تبحثوا عن التخصصات نكتب ابوتيكري سيدلي واي سنة لو افترضنا جينا على التخصص هذا ابوتيكر من جامعة اوبصالة لو جينا قلنا فيسامير بتلاحظوا هون التخصص هذا 300 نقطة يعني هو قديش حجمه خمس سنوات 300 نقطة يعني خمس سنين هذا التخصص لتصير سيدلي في السويد يعني دراسته خمس سنين تمام طيب بجامعة اوبصالة هذا التخصص هو نورمول هي الفورت يعني هو مية بالمية ولازم يكون بو بلاتس يعني لازم تروح تحضر بينما بجامعة اوميو مثلا هو بيكون هو دستانس بيكون عن بعد فيك تدرس عن بعد وهي الجامعة تقريبا اعتقد الوحيدة او في جامعة كالمر يمكن كمان بقدمو هذا التخصص الصيدلي عن بعد دستانس اما باقي الجامعات نورمول بتروح تحضر بالمكان طيب لو جينا مثلا نحنا طلعنا هون لاسمير اوم بهاريقهيت البهاريقهيت هني شو هو المطلوب لتصير انت احاقلك تدرس صيدلي برو على grundläggande بهاريقهيت خلدينا نشوف هون مكتوبين هيئة تمام خلينا نرجع نطلع بالاساس لبرا هدول هني خلونا ناخد مثال هدول اللي قدامكم فإذا لتصير صيدلي او لتصير عفوا تخلص الثانوية وتكون بحقلك تقدم على تخصص صيدلي لازم تكون معك 2400 نقطة مثل ثانوية زي ما حكينا ولكن من ضمن 2400 لازم تكون مخلص الاحياء اثنين يعني اكيد واحد واثنين الفيزياء واحد واثنين الكيميا واحد واثنين والرياضيات اربعة وال هي الرياضيات اربعة تمام وكمان فيه الانجليزي ستة هي مكتوبة بس بتكون جوها مكتوبة الانجليزي ستة فإذن هدول التخصصات هدول المواد اجباري يكونوا موجودين معك لما تخلص الثانوية أي واحد منخلص 2400 نقطة من الثانوية وما معه هدول المواد رح يقولوله ما بحقلك تقدم على الصيدلي روح ادرسهم بالثانوية وانجح فيهم بعدين ارجع قدم فإذن ما في داعي تدرس مواد انت مش محتاجة روح مماشرة على طريقك نحو الصيدلي منخلالك تدرس المواد الالزامية اللي هن هدول وضيف عليهم طبعا مواد أخرى لحتى تطبق 2400 نقطة بالثانوية تمام طيب خلونا هلا نكفي بشكل سريع بنفس الشي بمواد الثانوية في عنا شي اسمه مواد خبرة اللي هن الميريت بكون عنا مثلا رياضيات خمسة وانجليزية سبعة وقد يكون في مواد أخرى مثل اللغات مثلا اللغة العربية اللغة كذا هدول المواد مش إجباريين أبدا ولكن إذا أنت درستهم بيعطوك نقاط بتزيد من قوتك التنافسية على مكان بالجامعة لما تروح تقدم على الجامعات بعدين يعني مثال أنا لما جيت درست درست انجليزية سبعة ورياضيات خمسة هدول كانوا مادتين مواد خبرة أعطوني نقاط كويسة جدا ساعدوني على أن أحصل على مكان أتنافس مع غيري من الطلاب وفعلا أخد مكان بجامعة أميو صيدل طيب تخصص الصيدل نروح على إهلا مباشرة لما تخلص شهادة الثانوية مثل ما قلنا بتروح على المدرسة على الموظف الستيوديو تطلب منه يومناسي إكسامن إكسامن يعني هو الشهادة فبتحصل على يومناسي إكسامن بيصير بحقلك تقدم على الجامع بدون يومناسي إكسامن ما فيك تقدم على الجامع تمام فإذا لما تخلص الثانوية بيعطوك شي اسمه يومناسي إكسامن لما تخلص الجامع بيعطوك شي اسمه أبوتيكري إكسامن وهكذا وبتروح على موقع الانتوغنينج بونكت أسي وبتقدم هناك على مكان بالجامعة وكله موجود بالمقطع اليوتيوب اللي فرجتكم يا قبل شوية والمعدلات كمان موجودة هناك كل سنة بيختلف المعدل أحيانا بيرفعوا المعدل أحيانا بيقللوا المعدل حسب عدد طلاب المقدمين وعلاماتهم وهكذا تمام نيجي هلأ لما تروح تقدم على الجامعة مهم جدا لما تروح على موقع الانتوغنينج بونكت أسي تحط خياراتك يعني بيقولك أنت اختار الخيارات تبعيتك فأنت مهم جدا أنك ما تختار بس مكان واحد افترضنا أنت بكثير صيدلي فبتقول أنا بدي أختار صيدلي بجامعة أوبسالة صيدلي بجامعة يوتوبوري صيدلي بجامعة كالمر وصيدلي بجامعة أوميو وهكذا تختار صيدلي بكل الجامعات الموجودة بسوي لأنه ممكن أنت الخيار الأول طبعك اللي أنت حابه ما يطلع لك مكان فيه يمكن أنت تكون أنت مش قادر تنافس غيرك في غيرك أفضل علامات أعلى منك فما بيطلع لك مكان لو أنت مختار بس مكان واحد بجامعة واحدة ما بيطلع لك مكان بتروع عليك السنة فيفضلك أنت تختار عشر خيارات لو افترضنا تختار صيدلي ست جامعات تختار مثلا تخصص آخر يمكن أنت تكون بدك صيدلي ولكن بيمشي لحال كمان لو طلع لك اقتصاد فبتختار كل هاي التخصصات اللي بدك إياها بس رقم واحد بيكون هو يعني أنت شو بتتمنى اللي أنت بتحابه أكتر شي رقم واحد أحياناً بيحطوك بلائحة الانتظار بيقولك أنت ما طلع لك مكان ولكنك أنت بلائحة الانتظار فمهم جداً هون إذا أنت حابب هذا التخصص وبهاي المدينة بالذات ضلك منتظر على لائحة الانتظار ما تقول أنه أنا بطل بدي ليه؟ لأنه في كتير طلاب خلال يعني بيكون مر أسبوعين ثلاثة أربعة بعد التقديم بيبطل بدهم بيغيروا فأنت هون بيفضلك مكان فهن بيرجع بيبعتولك أنه أنت حاطت بدك هاي الجامعة وهلأ فضي مكان هل بتبعد بدك المكان؟ بيقوله نعم بدي فبيطلع لك هذا المكان بتاخده بينما لو أنت كنت خلال تصير ترافض وشلت المكان هذا من الأساس فما رح يرجعوا يتواصلوا معك إذا فضي مكان بيغضوا غيرك فمهم جداً إذا أنت كنت حابب التخصص تضلك منتظر على إحد الانتظار بعض القبول بيجيك إيميل أنه أنت طلع لك مكان هل بدك تعمل بهلا بلاتس يعني هل أنت بدك تحصل على هذا المكان فمهم جداً أنك أنت تجاوبهم على نفس الموقع اللي هو الانتوغنينج بونكت السي اللي فرجيتكن إياه قبل شوي وإنه هن بيبعتولك إيميل لحالهم يعني بيجيك رسالة بيبين جاك رسالة بتفتحها بتلاقي مكتوب لك أنه مبروك إبلوك بهذا المكان هل بدك تعمل بهلا يعني بدك تضلك محتفظ بالمكان بتقوله نعم بدك تضلني بالمكان أنا بدي أدرس بهاي الجامعة تمام تخصص الصيدة بالسوات بحيلك تاخد عليه مساعدة من الدولة اللي هي سياساً أو بحيلك تاخد قرد كمان إذا بتحب القرد تقريباً بيطلع بين 13 ألف تقريباً أو أما المساعدة فتقريباً 4000 كهون في ناس بيأخدوا مساعدة وفي ناس بيحبوا يأخدوا قرد أنه يعيش ويرتاح ويصرف له شوي ويرجع بيسددهم بعدين خلال حياته وهذا القرد ما في أي مشكلة فيه لأنه قرد دراسي يعني أبداً ما فيه مشكلة طيب هلأ بنيجي إلى موضوع الدراسي جوات الجامعة لو افترضنا أنت خلصت السنوية خلص 1400 نقطة ومن ضمنه من المواد الأساسية اللي حكينا عننا الأحياء 2 فيزيا 2 الكيميا 2 رياضيات 4 إنجليزي 6 وهكذا وسويدي طبعاً 3 لازم خلصنا بتروح بتأخذ اليوم ناصي إكسامل وبتقدم وانقبلت بالجامعة تمام هلأ بلشت أنت صرت قاعد بالجامعة خلص طيب شو بتدرس بالجامعة لما تصير عم تدرس بالتخصص السيد الدراسية أول شي لازم تعرف أنه هي بالسويدي اللغة السودية تمام ومت مولت جامعة أوميو وجامعة كالمر أعتقد هن الوحيدين اللي بيعطوا هذا التخصص كله عن بعد فيك تدرس دستانس خمس سنوات تدرسهم عن بعد بتروح بس أحياناً تعمل المختبرات وهكذا حتى الامتحانات معظمهم تعملهم بمدينتك تكون في مركز معتمد تعمل فيه الامتحانات فازاً الدراسة بالتخصص السيدلي أول ثلاث سنوات بيكونوا باللغة السويدية تمام أما الكتب بتكون باللغة السويدية ولكن كمان بيكون في كتب إضافية باللغة الإنجليزية كمصادر إضافية ولكن هي مش شرط لا تنجح يعني بالتخصص السيدلي أول ثلاث سنوات فيك تنجح فقط باللغة السويدية الإنجليزي كله هذا إكسترا بس مجرد أنه يقوق باللغة أنك أنت تكون تتعلم المصطلحات الإنجليزية أسماء الأدوية وهكذا تمام فإذن مهم جدا تفهم هاي المعلومة عشان ما يصير في عندك استرس في ناس بفكروا أنا ضعيف باللغة الإنجليزية وش بدأ أسوي لا أول ثلاث سنوات أنت فيك تنجح فقط باللغة السويدية ما بتدرس ولا شيء إنجليزي إذا أنت بنتك أما اللي حابب بيتقوى فطبعا بيقدر يدرس باللغة الإنجليزية ويقوى حاله الزيادة تمام هاي معلومة مهم نعرفها طيب أما بالماستر اللي هن السنة الرابعة والخامسة فالإنجليزي شرط لأنه الكتب أساسا بتكون باللغة الإنجليزية هي المصدر الوحيد بتكون الكتب هي أساسا بالإنجليزي لأنه تخصص عالمي يعني الماستر صورت أنت عبدو درس تخصص عالمي فبيكون باللغة الإنجليزية تمام فإذا مهم جدا نعرف حالي المعلومة لأنه أول ثلاث سنوات إذا أنت ما بدك تشتري الكتب الإنجليزية مش مضطر أصلا فيك توفر فلوس واللي ما بده يعرف إنجليزي أو مش شاطر الإنجليزي فما يخاف أبدا تمام طيب الدراسي بشكل عام أنا شفتها سهلة طبعا بيختلف من شخص لشخص أنا بالنسبة لإلي لقيت الدراسي كانت ممتعة وكانت سهلة وما لقيت فيها صعوبات أبدا وفيك كتير مصادر موجودة على النت يعني هذا التخصص موجود بالعالم كله ففيك تبحث بالعربي فيك تلاقي مليان معلومات يعني الشي اللي ما بتفهمه أصلا باللغة السودية أو بالإنجليزية بتروح بتلاقيه موجود بالعربي بمواقع تاني كتير مثل مولت الدراسي فيك تدرس بالمكان يعني فيك تروح تداوم بالجامعة وفيك تدرس عن بعد وعن بعد مثل مولت أنا درست بجامعة أوميو كانت سهلة جدا ومنظمة جدا المادة كلها موجودة على النت هني عاملين لك موقع الجامعة كله المحاضرات مسجلة بالصوت والصورة واضحة جدا دراسية سهلة بتقعد بس بدك بتحضر أنا هنبعد يعني بس بدك بتحضر بس بدك ما بتحضر فيك تشغل المقطع بتكتب بالترتيب بدون استرس مش ولا قاعد بالصفة وتكتب برا للدكتور ما بتشوف حدا قاعد ببيتك فيك تشتغل شوي تروح تتنام تطلع تتشتغل فيك تنزل تعمل رياضة وترجع تيجي تكفي دراستك فأنا شفت الدراسية عن بعد سهلة وممتعة ومناسبة لأيلي أما الصغار بالعمر اللي بيجي لهون صغار بالعمر يمكن هني بيحبوا يروحوا يداوموا بالجامعة عشان اللي هو بيحبوا يروحوا يعيشوا حياة الطلاب ويعملوا احتفالات ويطلعوا مع الناس ومع الطلاب وهكذا وكل واحد بيعمل اللي هو بالدية أما الدراسية عن بعد فبتطلع متل مرة أو مرتين كل فصل تعمل مختبرات تعمل عروض وفيك أما الامتحانات تقول جنب بيتك بيكون في عادة مراكز معتمدة هني بعطوك لائحة من الجامعة أول السنة بيقول لك شو هي المراكز المعتمدة أنت بتشوف أقرب مركز موجود على بيتك تتواصل معهم بتقولهم أنا طالب بالجامعة وبدأ سير عمل عنكم امتحانات فبقول لك تمام وبتصير قبل كل امتحان بفترة بعشرين يوم مثلا بتبعطلهم أنا عندي امتحان بالمادة الفلانية بدي أحجزي لي مكان عنكم بيبعطولك موافقة وتأكيد أنه حجزنا لك مكان كله ببلاش بتروح بتلاقي الأستاذ ناطرك وطبعا تكون أنت مبلغ الجامعة تعيتك أنه أنا بدي أعمل امتحاناتي أسير بهذا المركز بيصير الدكتورك والجامعة هو مباشرة بيبعط الامتحان لهذا المركز بتروح أنت بتلاقيهم ناطرينك ووراقتك موجودة وتفضل وبلشوا امتحان تمام وبس يخلصوا هني بيبعطوها بالبريد للجامعة وهكذا الأمور سهلة صراحة وسهلة سين أما الدراسة السن الأولى والثاني بيدرسوك عن الجسم السليم الأعضاء والخلايا بيدرسوك عن الجسم المريض ليش بتمرض الأعضاء شو بيصير فيها بيدرسوك كيميا مش كتير كيميا على فكرة فيه كيميا مش كتير كير ولا مثل ما واحد بفكر فيه إحصاء شوي استاتيستيك يعني إحصاء بيدرسوك عن الدواء شو الدواء بيعمل بالجسم وشو الجسم بيعمل بالدواء السن الثالثة بيعطوك عن الفيتامينات بيعطوك عن السموم بيعطوك عن كبار السن والأدوية تبعيتهم وكيف بيصير معهم أمراض وكيف يتغير الجسم مع الكبر وآخر شي بالسن الثالثة بيعطوك تدريب ثلاث شهور بصيدلية بتروع صيدلية هنا بيحددو لك وبتعمل تدريب عملي ميداني ثلاث شهور ومن بعدها بيحقلك أنك أنت طبعا بتعمل بحث في بحث تخرج بيكون تقريباً 25 صفحة وهون أنت بيحقلك تتخرج على السن الثالثة وهذا شي جداً جداً حلو بالسويد أنه بالسويد ما بيجو بروك مثل الدول العربية تدرس صيدلي خمس سنوات وراء بعض لا فيك تدرس خمسة وراء بعض وفيك تدرس فقط ثلاث سنوات أول شي وبتأخد شهادية تخرج اسما ريسبتورية يعني مساعد صيدلي اسمه هيك مساعد صيدلي خارج السويد أما في السويد هو تقريباً مثل الصيدلي ما في فرق أصلاً جوات الصيدليات يعني مثلك مثله للصيدلي فبعد ثلاث سنوات بحقلك أنت تأخد شهادية تتخرج فيها من السويد اسمك ريسبتورية وبتأخد شيء اسمه ريسبتورية وبتقدم على رح فرجيكم هلأ وين بتقدم على شي اسمه وبتحصل منه على رخصة مزاولة المهنة خليكم معي شوي مثل ما شايفين قدامكم هون في عنا شي اسمه هي طبعا هي تابعة للدولة هي مؤسسة حكومية هي المسؤولة عن تصنيف الأمراض مسؤولة عن إعطاء رخص مزاولة المهنة وتعمل تقارير حكومية عن الأمراض وعن حالات الصحية في البلد وهكذا هاي السوسيوليستيرلس هي مسؤولة عن إعطاء رخص مزاولة المهنة للمتخرجين هون انت شو بتعمل لما تجي تخلص الثلاث سنوات فأول شي بتعمله بدك تروح تجيب الأبوتيكري اكسومن أو الريسبتوري اكسومن اللي هو إذا كنت مخلص ثلاث سنوات بتقدم على شي اسمه أما إذا نخلص خمس سنين بتقدم على أبوتيكري اكسومن بتجيب على هذا بتجيبه من الجامعة من عندك يعني بعدين بعد ما تحصل عليه بتروح على هذا الموقع اللي قدامكم وبتقدم على اللي قتيمخون تدفع حقها 870 كرون وبيعطوك شي اسمه اللي قتيمخون بفيس فرجيتكن هذا الشي كله بالتفصيل عندي على قناتي بوتوا على مقطع اسمه مشوار الدراسي في السويد حاكي بالتفصيل ومفرجيكم كمان شهادتي وفرجاتكم فيها هاي اللي قتيمخون بفيس وبعد فترة بيبعطوك إيها على البيت بالبريد تجيك رخصة مزاولة المهنة وهون بصير فيك إذا تروح تشتغل بالصيدليات خلاص كصيدلي أو كمساعد صيدلي معتمد في السويد معك رخصة مزاولة المهنة فإذا منجيبها لهاي الرخصة من وين من شي اسمه هذه المصلحة حكومية تفعنا طيب هون انت خلصت السنة الأولى والثانية والثالثة ومثل ما قلت بحقلك تصير متخرجة في السويد تشتغل كريسبتورية هلأ اللي بده يكفي صيدلي اللي هو الأبوتيكار يعني لازم يدرس السن الرابعة والخامسة بالسن الرابعة والخامسة بتصير الدراسة بالإنجليزي وبيدرسوك فيها الكيميا العضوية بيدرسوك فيها صناعة الأدوية وخصائص الدواء بيدرسوك عن الجينات عن اقتصاد الدواء والسعر وشكل الدواء والتسويق وبتعمل فيه تدريب ست شهور بسيدلية بتروح تشتغل بسيدلية ست شهور وكمان بتعمل بحث تخرج بيدرسوك فيه كيف تكتب البحاث التخرج وكيف تعمل نقد علمي وبتتخرج بس تخرج بتحصل على شيء اسمه من الجامعة بتروح على المصلحة اللي هرجلتنيها بشوية الحكومية بتقولون ان انا بدي أقدم على رخصة مزاولة المهنة كسيدلية بتدفع الفلوس وبيعمل عليك انه طبعا بحس عند الشرطة انه ما عندك مشاكل ولا عندك إدمان لانه ما منوع تسير سيدلية أو كذا بتشتغل بالدواء وانت مدمد مثلا بس يتأكد انه كل شيء ما عليك تمام نظيف بيعطوك هاي الرخصة وساعتها بتروح تقدمها السيدليات الدراسة بشكل عام حلوى وممتعة صراحة بس متبولك في جدية بالتعامل لأنه المهنة هاي حساسة حساسة شوية بعد ما تتخرج متبولك بتحصل على شيء اسمه بعض ثلاث سنوات أو بعد خمس سنوات وبتحصل على الاقت مخهم من العمل بالصيدليات فتكون الدراسة حلوى وممتعة أما العمل بالصيدليات فصراحة نحكي بكل صراحة العمل بالصيدليات هو العمل موجود والحاجة دائماً موجودة يعني أينما وجد البشر وجد المرض وجد الدواء تمام؟ فدائماً في عنا حاجة للصياد وحاجة لمساعدين الصياد ودائماً في عنا أمراض جديدة مستعصية وفي عنا مشاكل مثل مقاومة البكتيريا وهكذا هذا كله بيخلق حاجة وطبعاً فيه كبار سن كتير فيه ختائر كتير موجودين بالسويد يعني 60% من الشعب كبار سن فدائماً أنت هاي المهنة مطلوبة فإنك تلاقي شغل بالسويد كصيدلية أو كمساعد صيدلية كريسبتورية أو كأبوتيكري هو أمر سهل ما عندك أي مشكلة بيتآتلوا هليك طيب العمل كصيدلية أو كمساعد يعني كريسبتورية وهناك جوات الصيدليات ما في فرق أبداً إذا أنت مخلص ثلاث سنوات أو خمس سنين جوة الصيدلية ما في فرق وين الفرق بيكون بشغلات تانية ما تروح تشتغل بأمور أخرى غير الصيدليات طيب العمل كصيدلية أو كمساعد صيدلية الراتب تقريباً بيكون بين 32 ألف كرون أول ما تتخرج لل 37 ألف كرون تقريباً كبداية وإنت وشطارتك في ناس ببلشوا بتسعة وثلاثين أنت وشطارتك كيف تعرف التفاوض شو هني قداش محتاجينك أنت وحظك يعني وين بتروح أنت وين ما بتقدم وقدرتك على المفاوضة وكذا هذا كله ممكن يخليه هون يرفعوا من الراتب بشكل عام ولكن بشكل عام بين 32 ألف و 37 ألف كبداية وبعد كم سنة متل مولد توصل لل 45 ألف كرون معاشق شو ممكن تشتغل بهذا التخصص فيك تشتغل بالصيدليات فيك تشتغل تصير مدير صيدلي مدير صيدلية تعمل تدريب وتقود بلنينج وبتصير أنت مدير صيدلية فيك تشتغل بالدولة بوزارة الصحة بالرقابة بالجودي فيك تشتغل بالتقنيات أنك أنت بالدعم التقني للصيدليات أو لغيرهم بيصير يعني موظفة صيدلية لما تواجهها مشكلة أو بدي أعمل طلبيات أو بدي أعمل أي شيء وما عارف يعمله أو عنده مشكلة بالسيستم بتصل فيك فيك تشتغل هيك أنت تكون أنت بالـ IT يعني فيك تشتغل بالتعليم أنك أنت تروح على الصيدليات وتعلم الموظفين فيك تشتغل بالتطوير فيك تشتغل بالمستشفيات جوات المستشفى كصيدلية تساعد الطبيب بالأدوية وكذا فيك تشتغل بشركات الأدوية بالصناعة بالتسويق فيك تشتغل بالـ OPL بصناعة الأدوية الخاصة فيك تشتغل كأستاذ جامعة بالتخصص اللي أنت درسته أصلا أما بنحكي هلأ على العمل بالصيدلية تمام العمل بالصيدلية لازم تعرف هاي الأمور أول شي بشكل عام بتكون الثياب محدد يعني أنت بتلبس ثياب محددة ففيه ناس يمكن ما بتحب هذا الموضوع فلازم تعرف إذا أنت بك تشتغل بالصيدليات تقريبا هتكون ثيابك محددة بيلبسوك الروب بيلبسوك كذا زبائنك بشكل عام بيكونوا كبار بالسن أو بيكونوا مرضى بشكل عام ولكن طبعا فيه شباب بيجوا بيشتروا لناس تانين أو بيشتروا لنفسهم وكله بتوقف على مكان وجود عملك ممكن تكون أنت صيدليتك موجودة بيجد داخل مبنى فيه عيادة فمعظمهم بيكونوا خطيرة الزبائن وتفتح صيدلي بكير أما زي أنت كنت صيدليتك موجودة بمركز تجاري أو بالمطار أو بكذا بيكون تفتح متأخر وتفتح تسعة تسعة ونوص مثلا بدون ما تفتح تماني وبيكونوا وعظم الزبائن مسافرين أو بيكونوا مثلا شباب فيتين على المول فيتين على كذا وهكذا أهم نقطة لازم تعرفها أنه هاي المهنة حساسة ممكن يجيك زبائن فيه زبائن مضمن فيه زبائن زبائن بيحكوا كتير في ختائرة فيه ناس حساسين فيه ناس ختيار جايب بديو يتسلى فيك بديو يحكي كتير مثلا فأنت تكون عندك حكمي تكون عندك شخصيتك قوية تعرف إيما تتحكي وإيما تلأ إيما توقف الشخص خلص أنا ما فينا أساعدك كتير من هيك هذا كله بتتعلموا مع الوقت أهم شي يجب أن تعرفوا أنه هاي المهنة حساسة جدا وفيها قوانين كتير صراحة أنه أكتر شي مرهق بهاي المهنة أنه فيها قوانين كتير دائما دائما بدك تقرأ 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 قوانين جديدة أو شو عم بتغير وتمضي بتقرأ وتمضي أنه أنت صار عندك علم بهذا القانون وعم تشتغل على أساسه ودائما بعملوك أنه أنت معك رخصة مزولة المهنة فأنت مسؤول عن نفسك إذا غلطت أنت المسؤول إذا عملت كذا أنت المسؤول خلص أنت بتشتغل بنفسك تمام أنت بتشتغل باسمك برخصتك كل واحد فيه له كود فأي شي بيصير معك أغلاطة وكذا هذا كله بتسجل عليك ما في شي أنه تحمل المدير لا أنت بتشتغل خلفي ستندت فلازم تعرف هاي المواضيع العمل مثل المتوفر سهل بتلاقي شغل بس كل بشكل عام السيدليات بالمنطقة بيكونوا سعروا بيعرفوا بعض فبتلاقي دائما الموظفين بتنقلوا من مكان لمكان داخل المدن فبتلاقي كله آخر شي بيصير كله بيعرف بعضه فمهم جدا أنه تعرف إذا ثال عندك مشاكل بسيدلية أو كذا بشكل عام كله بيصير يعرف فيها تمام والما تروع على سيدلية تقدم على شغل ما تحكي على سيدلية لقبلك لأنه كلهم بيعرفوا بعضهم فيك تشتغل جوات السويد وفيك تشتغل بره السويد بهذا التخصص ولكن مهم أنك تكون لما تشتغل بره السويد تكون مخلص خمس سنين أفضل ومهم أنك تهتم باللغة الإنجليزية إذا حابك تشتغل بعد التخرج مثلا بدول تاني مثل قطر أو دبي أو كذا فمهم أنك تكون تعرف تحكي إنجليزية التخصص حلو بفيدك بحياتك بفيدك مع عائلتك مع أقرباءك بفيدك إليك أنت بصير تعرف أكثر عن الأدوية عن الصحة عن كذا بالسويد مهم أنك تعرف أن هاي المهنة بشكل عام مش كتير بيدرسوها لصغار من العمر يعني بتلاقي عادة كبار بدرسوها ومش كتير مهنة دارجة للرجال بشكل عام هي بدرسوها النساء ولكن إحنا كعرب منتشرة عنا بين الرجال والنساء هلأ حاليا يعني بآخر سنوات صار فيه تصاعد صار تلاقي لا فيه رجال صاروا عم بيكونوا يدرسوها أكتر وأكتر وخاصة اللي جاي من دولنا نحنا فتنا بقوة على السوق تلاحظ أنه فيه رجال كتير درسين هاي المهنة بيشتغلو فيها بس هني كمجتمع سويدي بشكل عام هاي المهنة بيعتبروها مش للصغار من الأمور ومش للرجال بشكل عام بيشتغلوها النساء بتلاقي رجال طبعا مش أنه لا بس أكترية النساء تمام مهم تعرف أنه مهنة الصيدلي في السويد مش مركز أبدا يعني مش والله متل ما بتعرف تسمعوا بالدول العربية أنه ابني صيدلي وصيدلي قد الدنيا هذا فيش منه هون بالعكس ما في من أبدا أنت صيدلي عادي يدنى مثلك مثل غيرك حتى يمكن غيرك أحسن هيك هني بيعتبرو خاصة الأجيال الجديدة بيقول لك أنه أنت صيدلي كبير بعمر أو أنه شاب وعم تدرس صيدلي شو مفوتك صيدلي مثلا هيك هني نظرتهم نظرتهم أكتر أنه الشباب الصغار لا بروح بيشتغلوا بالمصانع بيشتغلوا مثلا يلا بالمحلات ويلا طلع فلوسي بسرعة وروح سافر وانبسط أنه ما عندهم وقت بتلاحظوا أنه الجيل الجديد ما كتير خاصة السوديين ما كتير بروح بيدرسوا هذا التخصص لأنه تخصص صعب بده الدراسة وعليه مسؤولية كبيرة لأنه في قوانين في طب في أخطاء في مرضى في كذا هني ما لهم خلق على هاي الشغلات فبقول لك أنا ومعاشوا عادي في هذا المعاش فيك تاخدوا من أي شغل تاني فبتلاحظش الجيل الجديد السودي غير العرب العرب الجيل الجديد لا بيدرسوا سيدلي أما السوديين بشكل عام الجيل الجديد ما بيفوت على هاي التخصصات كلها لأنه بكره العلوم وطلعين كلهم بدون معيشوا حياتهم بسرعة ويلا طلعوا فلوسي بسرعة وروح مبسط وإظهر وسافر واتعرف على الناس وهكذا فهي الأمور حبيت خبرك إياها أو خبرك إياها بس كبداية لازم تعرف أن الوظيفة بشكل عام كسيدلي صراحة متعبة في السويد متعبة ولكن أنت وحظك أنت وحظك مين المديرة اللي بيكون مسؤول عنك شو النظامي اللي موجود بالستخداليات بس بشكل عام الشغل صراحة متعب متعب عشان هيك لازم أنت تكون زكي وتعرف كيف تريح حالك كيف يعني أول شغلة لما تروح على أي شغل لما تقدم على شغل بالستخداليات ما تفوت من يعني لازم يكون في عندك سئة بنفسك وتفوت بعين قوية وتطلب معاش محترم يعني ما تقبل بمعاش قليل اللي بيعطيك معاش قليل قوله ما بدي دغري ما تخفش روح بتلاقي رزق على الله وبتلاقي صدليات تانية هتقبل فيك وتعطيك معاش أكتر فما تقبل تاخد معاش قليل يعني تحت 32 ألف 33 ألف كبداية ما يحلموا حتى فيك تفوت 35 ألف ما يحلموا يعني لا ما تقبل قوعك تقبل تفوت بمعاش قليل هاي أول شغلة تغلي تاني روح على الصيدلية بنفسك وتطلع لف بالصيدلية وشوف شو هو النظام اللي موجود بالصيدلية هل عندهم كراسة هل بيحيقلك تععد ولا لا بدك تفرد شروطك قوعك تقبل تروح على الصيدلية وممنوع تععد ممنوع ما تقبل فروح وشوف تأكد هل بيخلوك تععد في كرسي لكل واحد مثل ما أنا عندي بصيدلية كل واحد فيه قناته كل واحد فيه كرسته أعطول فيه لك كرسي بس تحب تععد بس بدك تععد بتشتغل على الأهل بس بدك تأكد أنه عندهم الطاولات بتتعلق وتتوطى لازم بتتعلق الطاولة وتتوطى عشان راحة ظهرك وتكون بس بدك توقف بس تحب تشتغل على الواقف فيك تشتغله بس تحب تععد فيك تععد وإلا هاي بتكون عبودية فإذا أنت روح وشوف أي سيدلية ما بتلاقي عندهم هاي الشغلات ما تقبل تشتغل قوله لا أنا آسف ما فينا أشتغل عنهم ليه؟ لأنه أنتوا ما عندكم هاي الشغلات وهذا شيء ممنح هذا شيء مؤذي فهني دغري حيقولك خلاص طب متل ما بدك بنجيب لك كراسي وخلاص إليك كرستك حطول فأفرض شروطك وإن هذا الشيء سويته شغلة تانية جدا جدا مهمة تعرفها لتريح حالك بشغلة صيدلة إنك ما تشتغل دوام كامل صراحة هي متعبة يعني ما تشتغل مية بالمية لا قلنا أنا بدي أشتغل خمسة وسبعين بالمية هذا حقك أو بدي أشتغل مثلا ستين بالمية هذا حقك ما حدا بقولك لا هذا حقك بالقانون فأشتغل خمسة وسبعين بالمية هيك أنت بتطلع مصاري بنفس الوقت ما بتروح حياتك كلها بالشغل وبتهلك لأنه صراحة الشغل متعب بكل صراحة الشغل متعب لو وما كنتوا بالصدريات حتى لو شغل المدير منيح ومأمني لك كرسي برضو الشغل متعب فيفضل ما تشتغل دوام كامل أبدا شغلة تانية مهمة جدا 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 تعرفها إنه لازم تكون لغتك السودية كويسة أو قوية فاشتغل على حالك طور من لغتك بشكل عام وإذا تعرف تحكي إنجليزي كمان أحسن وأحسن بس مهم جدا جدا تكون تعرف تحكي سوادي وتعرف تكتب سوادي وتعرف تقرأ وتفهم لأنه فيه كتير قوانين كتير كتير فيه قوانين بك تقرأ طول الوقت تمام؟ وكتعرف تحكي مع الزباين ولا بيصير فيها أخطاء وبسحبوا منك الرخصة ساعدا هاي شغلة شغلة ثانية مهم جدا تعرفها إنك أول ما تفوت على شغلة صيدلة راح تكون أول سنة تقريبا أو سنتين متعبين راح يكونوا متعبين كتير فما تحكم على هاي المهنة من أول سنتين ليه؟ لأنه لما تفوت أول فترة راح تكون كل شي جديد عليك فرح تقعد تتعب ومخك راح يشتغل كتير ومراح تترح هيتم إرهاقك وبدك تقرأ قوانين وتتعلم وكل هذا وتعرف الأدوية كلها فأول سنتين هكونوا متعبين جدا فما تحكم على المهنة كلها من هذول السنتين وتقول لا والله هذا الشغل مستحيل مستحيل لا استحمل أول سنتين بعدين راح تلاحظ أنه صار مخك يبطل يفكر كتير خلاص صرت أنت بتعرف تقريبا كل شي صار الشغل عم بيمشي خلاص في لتر ما في أي بتصير تحس حالك أنه خلاص مخك بطل يتعبت الزمان وهون بتلاحظ أنت بتصير تقول ما حالك أنه لا والله الشغل منيح يعني أنا قادر خلاص لا عم بشتغل تمام برجع عبيتي ماشي الحال كذا مش مثل أول سنتين أول سنة سنة ونص صراحة متعبين جدا يعني بترجع عبيتك مكسر لأنه مخك أصلا مستنزف ف اللي بدي يحكم على هاي المهنة أنا رأيي ينتظر سنة سنتين يتعلم فيهم بيتعب فيهم بعدين راح يلاحظ أنه صار الشغل أسهل وأسهل وأسهل تماما مثل ما بعدين تلاحظ أنه لا والله تمام صرت عم بطلع أقعد بالسيارة أصلا بدون ما أفكر صرت عم بسوق طيب الخلاصة أفضل شي بهذا العمل هو أنه إله علاقة بحياتك يعني تعلم عن الأدوية عن الأمراض كل شي بيفيدك إلك وبيفيد عيلتك وولادك وكذا سهل تلاقي شغل بصراحة كتير سهل تلاقي شغل يعني أنا كنت متذكر تركت شغل مرة بأربعة أيام لقيت شغلة الثانية اللي بعدنا فيه له هلا معك رخصة رخصة مزاولة المهنة وهي لحالة ممتازة بالبلد يعني إلى مكانة كبيرة وبتحكي عنك يعني بدون ما أنت تقعد تحكي كتير وتقدم سي في وتبيع نفسك والرخصة لحالة بتحكي عنك الرخصة بتحكي أنه أنت خلاص عندك المعلومات المطلوبة قادر تشتغل بهذا المكان وسجل لك نضيف البلد الشرطة ما عندها مشاكل معك فالرخصة لحالة بتحكي عنك تمام الشغل مثل ما قلت حلو راسي ممتعة ولكن للأسف بالسويد في يعني هني للأسف مأثرين كتير هدول 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 اللي قدامكم السلاسل اللي قدامكم هدول كلهم هني للأسف يلي عاملين الشغل أكتر متعب للأسف هو الشغل والله ممتع جدا ولكن هدول الناس هني يلي عاملين الشغل متعب بسويد بسبب للأسف الطمع وبسبب أنه صاروا يتكالبوا على الفلوس ويتنافسوا مع بعضهم زمان كانت الدولة هي المستلم السيدليات فما كان في هذا التكالب على الفلوس هلأ صار كله خاص فصاروا يتنافسوا مع بعض على الموت فصاروا شو صارت السيدليات أكتر عم تتوجه للنظام الربحي صارت تفكر أكتر بالربح والفلوس أكتر منه يخدموا الناس والمواطنين طبيا زمان كانوا يفكروا بس طبيا هلأ صاروا يفكروا بالفلوس بمنه صاروا يفكروا بالفلوس صاروا يضغطوك كتير كيف يعني يضغطوك كتير من ناحية أنه البدجت من ناحية أنه لازم نبيع كتير كل شوية بتلاقي بنزلولك كامبانير ويلا ونزل السعر ويعمل وسوي وبتلاقي برهقوك شغلة ثانية متعبة جدا بسبب التكالب على الفلوس أنه صاروا يؤللوا الموظفين عشان يوفروا فلوس فبصير فيه إرهاق عليك وهي شغلة عم نعاني مننا كلنا بالسويد واشتكينا مئة مرة وكذا وصارت سبب من أسباب أنه احنا كتير صارنا عم نمرض يعني منقدم طلب مرضيات ورح نقعد ببيت خلاص أنا مريض منتش أجعل شغل للأسف بسبب هذا الضغط بلشوا شوي يستحوا حالهم فصاروا يحاولوا يجيبوننا موظفين بسموهم كونسلتر يعني بيجوا موظف بيكون هو بشركة توظيف بيبعتوله عندك طبعا بيكون هو صيدلي ولكن هو متعاقد بهاي الطريقة بيبعتوه بسد النقص فصاروا يجيبوننا من هدول الناس يعني بيشيلوا عننا شوي ولكن بعدنا بمعركة مع النقابات ومع السيدليات أنه يحترموا حالهم شوي وحاجة يتكلبوا على الفلوس فمتقولت أنت وحظك وين بتلاقي شغل بس بشكل عام الشغل صراحة فيه تعب فحاول تشتغل أقل ما تشتغل مية بالمية بكل صراحة الوقت اللي هتوفره روح أعمل فيه شيء تاني افتح لك قناة على اليوتيوب روح أعمل لك بزنس خاص فيك اللي بدك يا حاول لك أنك توفر بطرق أخرى توفر فلوس وتوفر وقت من خلال أنك أنت تسكن قريب من شغلك فيك توفر ساعتها بنزين وتوفر وقت حاول تدور على مكان ترتاح فيه وتسأل قبل بوقت وتروح وتشوف بعينك روح شوف الصيدلية تقابل مع المدير شوف في شخصيته هل هو لقيم هل هو متسلط هل هو لأ طيب هل في عندهم نظام صيدلية جديدة مرتبة منطفينها مجددينها النظام عندهم سهل هل في لك كرسي لكل واحد وهذا حقك الطبيعي واللي هني شايفين كانوا عم بمننوا عليك اللي بس تحسون عم بمننوا عليك وعم بعملوك كعبد اترك دغري ما بتشتغل هل في لك كرسي في لك طاولة بتتعلم بتتوطى وا 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 كل هاي الأمور لازم تشوفها وتنتبه منها لتعرف أنه انت فايت على مكان ويس بليق فيك مش فايت على جحيم أو على فخ وآخر شغلة نصحكم فيها اللي بده يدرس جامعة صيدة لي مش ب مش ب مش عن بعد يعني مش دستانس بده يروح يداوم بالجامعة فلازم تقدم على سكن قبل بوقت طويل نروح أقدم قبل ثلاث سنوات أو أكتر على مكان تسكن فيه على شركات السكن عشان لما يطلع لك قبول بالجامعة بتكون تقريبا قربت قرب دورك بأنك تلاقي شقة شاء الله تكون لهم معلومات وصلت والأمور واضحة عن هذا التخصص وعن العمل فيه بتمنى التوفيق للجميع كما معكم خالد وبعد ما قلت اللي بده يكون شي إن شاء الله بعطولي بس بشكل عام المقطع واضح يعني بإذن الله كما معكم خالد والسلام عليكم